من جزيرة باطموس من وصل دراستنا من رسالة بولوس لكنيسة أفسوس لكن أنا موجود حاليا في جزيرة باطموس وجاء لهذه الجزيرة الرسول يحنى بسبب اضطهاد شرس حدث في آسيا الصغرى في منطقة أفسوس وكان في المنفى هون لمدة 18 شهر لكن الرب أعطى إعلانات مجيدة في طبعا اللي هي اليوم سفر الرؤية وفي سفر الرؤية بيكتب لكنيسة أفسوس بيشجعهم لكن بيذكرهم وبينذرهم في نفس الوقت على المحبة الأولى أن لا يتركوا المحبة الأولى هذه الجزيرة الجميلة مثل ما شايفين محجرة الهواء شديد من وراي كنيسة القديس يحنى بنيت سنة 1088 تخليدا وتكريما لهذه الشخصية العظيمة اللي جاء لهذه الجزيرة ترجمة نانسي قنقر